الحكومة المغربية تعطي الضوء الأخضر لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية اليوم صادق المجلس الحكومي على ستة مشاريع مرصيم تهم تنزيل تعميم الحماية الاجتماعية ببين هذه المشاريع تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساس عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات خاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء كما تمت المصادقة أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية لمناقشة هذه المستجدات المتعلقة بالمنظومة الصحية المغربية يسعدنا أن نستضيف الخبير الاقتصادي خالد بن علي نعم أهلا وسهلا بك إذن اليوم بالمصادقة على ستة مشاريع تتعلق بالمنظومة الاجتماعية منظومة الحماية الاجتماعية هل نستطيع أن نقول بأن التنزيل الفعلي فعلا قد بدأ لهذا الورش؟ أكيد التنزيل الفعلي قد بدأ لهذا الورش ولعل أن يتم مصادقة على ستة مشاريع تتعلق بالحماية الاجتماعية تقطيع تعميم الحماية الاجتماعية دليل على الأهمية للورش ودليل على الجدية التي تأخذ بها الحكومة هذا الورش على اعتبار أن هذا الورش أولاً يبقى ورشاً جاء بتوجيهات ملكية خلال سنة 2021 وتم بعد مصادقة على قانون الإطار المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وهذا القانون الإطار حدد المبادئ القبرى المديرية وحدد الآلية التمويل وحدد بشكل دقيق مراحل الورش منطلاقاً من تعميم التغطية الصحية لسنة 2021 أو 2022 الفئات التي الأجراء والمستقلين الغير الأجراء والمستقلين والمهنيين ثم الورش الثاني الذي سيكون حسب ما جاء في قانون مالية هو تنزيل نظام من الإجبال الأساسي لفائدة المستفيدين من الرمض حالياً على أن تتلوه في السنوات المقبلة الورش المتعلق بالتعميم التعويضات العائلية ومن بعد الورش المتعلق بالنصوص المتعلقة بالتعويض في حالة فقدان الشغل وأكد كذلك هذا القانون الآجال المحددة لهذا الورش وبالتالي ما تضمنه هذا القانون أصبح تضاية أحكام قانونية ملزمة الحكومة ثانياً أن هذا الورش جاءت تعليمات الملكية جاءت في سنة انتخابية وهذا الورش تمام هنا بالضبط سؤالي يعني ما أهمية هذا الورش والظرفية الخاصة التي جاء فيها هذا الورش أولاً العالم كله عنا من إكرهات والانعكاسات كوفيد والمغرب من بين هذه الدول وكانت هناك خلاصات وعبار استنتجها المغرب كما استنتجها باقي دول العالم ولعل تدبير الجائحة في إطار صندوق المحدد ومن طرف لجنة اليقظة والتعويضات التي منحات للفئات التي تضررت سرع بوتيرة تنزيل هذا الورش ثانياً لأساسي أن نذكره هو أن الورش التغطية الاجتماعية كان دائماً نحضى برعاية ملكية خاصة على اعتبار أن تنزيل تأميل إجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء سنة 2005 تم اطلاقه من طرف الآهل المغربي ثم نظام المساعدة الصحية لفائدة الفئات المعوزة اقتصادية سنة 2012 تم كذلك تحت إشراف الآهل المغربي وهذا يؤكد على الأهمية والرغبة الملكية في توفير تغطية اجتماعية للمواطنين ولنقرب كذلك ما هي الحماية الاجتماعية في تعريفها الحماية الاجتماعية هي مجموعة من الميكانيزمات التي يتم اعتمادها لحماية المواطنين أو الساكنة من انعكاسات المخاطر الاجتماعية التي قد تهدد دخلهم من خلال تخفض في حالة المرض أو الوفاة أو ترفع المصاريف وتحملتهم في حالة تحملهم لمصاريف العلاج وبتالي تأتي هذه الميكانيزمات للحد من هذا وللحد من الفقر والهاشاشة وهنا يتبين اليوم على أن هذه الأوراش التي سيتم وتنزلها تهم فئات لنا مهما يكون نحن في المغرب لا ننطلق من فراغ لدينا تجربة عن تغطية لفائدة الأجارة سواء القطع العام أو القطع الخاص سواء في التقاعد أو تأمين الإجبار الأساسي على المرض كانت مثل تقريباً 43% بالنسبة للتقاعد و60% بالنسبة للتغطية الصحية إذا جدنا نظام تأمين الإجبار الأساسي للمرض لفائدة أجدر القطع العام والخاص ومتقاعد وزن لهم رامد معناها كان نصل 61% كانت بقتنا 31% خارج التغطية اليوم بهذا الورش سنسعى إلى إدراجها تدريجياً إنخراطها تدريجياً في صناديق الحماية الاجتماعية سواء النظام المتعلق بتأمين الإجبار الأساسي على المرض أو نظام تقاعد المحدث بالنسبة لفائدة غير الأجارة والمستقلين والمهنيين واليوم بيت سيس لهذا الورش أعتقد أننا اليوم البلادنا قد وضعت خطوات جديدة في مجال الحماية الاجتماعية علماً بأن الدستور نص في المدى أعتقد 31 على أن الدولة والجمعة تيسر الآليات الضرورية والسبول لتوفير الحماية الاجتماعية وبالتالي هناك اليوم هذا الورش سيمكنوا فئة واسعة من الاستفادة بالنسبة للتغطية الصحية 2021 و2022 ستلتحق حوالي 22 مليون مستفيد وهذا ليس بالرقم الهيين وازت مع ذلك أن القانون الإطار حدد كذلك بأنه ضرورة إعادة النظر وإصلاح منظومة الصحة وتوفير الموارد الضرورية نعم قبل أن نصل إلى هذه النقطة يعني كل هذا جميل تعرفنا على مفهوم الحماية الاجتماعية على أهداف هذا الورش سؤالي هو ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتنزيل الفعلي لهذا الورش أولا إذا أردنا أن نعالج الموضوع من ناحية القانونية الصرفة أولا ميكانيزم تعتماد قانون إطار له أهمية كبرى على اعتماد أن لما توضع قانون إطار تضر في التصورات المشتركة الإطار العام مرجعية العمال قواعد احترازية التي تهم القطع وتترك لقوانين خاصة مرتبطة بهذا القانون الإطار أخذ خصوصية كل فئة من الفئات وبالتالي هذا الميكانيزم سيمكن من توفير حماية اجتماعية مندمجة ومنسجمة أخذ بالاعتبار للخصوصيات الجانب الثاني الذي يطرح هو أن الحكومة شرعت الآن في إعداد النصص من إعداد النصص القانونية وإدراج والنصص القانونية بالنسبة للتغطية الصحية في هذا السياق دي القانون إطار إذا استفدنا من القانون 65-00 المتعلق بمدون التغطية الصحية الذي منح في دباجته أشار إلى التدرج وإلى إمكانية نخيرات فئة أخرى وبالتالي تستفدنا من هذا القانون إطار وسنخلق نظام من فئة غير الأجراء والمستقلين والمهنيين وكذا النظام تأمين الإجباري الأساسي الذي سنحول له المستفيدين مراما يمكننا أن نخلقه في إطار هذا الإطار وأنا سأخذ بعنا تيبار الخصوصيات لكل الفئة من هذه الفئات الجانب الثاني هو أنه هذا النصص القانونية لمشددت واحدة مجموعة المعطيات ويبقى متروح السؤال للتمويل هذا الورش تمويل هذا الورش كما جاء في المداخلات الحكومة السابقة سيطلب أكثر من 50 مليار ديرهم بالنسبة للـ 28 ستكون في إطار مساهمات الاجتماعية و23 ستكون في إطار تضامن وهنا قانون الإطار كذلك أحالة إلى أن ستكون من العائدة الضريبية ومإصلاح صندوق المقاسة ودعم صندوق التماسك الاجتماعي ولعل في قانون المالية 2022 خصصة لإدراج فئة المستفيدين من الرمض في نظام تأمين الإجباري الأساسي على المرض إذن اليوم الأرضية ثم بإحداث لجنة وزارية لتتبع تنزيل الورش هنا ندخل في سياق جديد هو أنه الورش سيكون تتبع تقني وتتبع قانوني لأن إحداث نظام تقعد أو إحداث نظام يتجلب أولا أن نحدثه متوازن في الأول وأن نضمن ديمومته على المدى المتوسط والطاول نعم واليوم اسمح لي أستاذ يعني اليوم تمت المصادقة على هذه اللجنة الوزارية ما المنتظر من هذه اللجنة أولا القانون الإطار فيه مجموعة من كما قدمت في الأول بأنه مجموعة من المحاور وبالتالي اليوم أهمية إحداث اللجنة وزارية هو الفعالية والسرعة في اتخاذ القرارات والنقاش دخلي معناه أن القانون لن يتم نقله من إدارة إلى إدارة قصة الرأي مجموعة من نقات ستحل داخل هذه اللجنة وفي إطار سواء كانت جوانب قانونية أو جوانب تقنية أو جوانب مالية الهدف منه هو التنسيق هو التنسيق والبيلوتاج لتتبع هذا النظام وهنا لابد أن نؤكد على أن منظومة التقاعد ولا منظومة الحماية الاجتماعية تتميز بخاصية بأنه يمكنك تحدث واحد النظام اللي ماديا من ناحية المالية في البداية يكونوا اقتطاعات ومساهمات متوفرة وكيكون ضعف عدد المستفيدين في الأول قلال طبيعي ولكن على مدى الطويل ستتأكد بأنه عنده توازن مالي وعنده ديمومة مالي عنده ديمومة اكتوارية وتوازن مالي وبالتالي اللجنة لن تكون إلا مفيدة والالتقائية في الأوراش وأنه ممكنش كل وزارة تشتغل بحدها لأنه كان قطع المالية وكان قطع الصحة وكان قطع وكان الوكالة الوطنية من صحي مجموعة الهيئات اللي موجودة اليوم لابد أولا سنصرعوا في تنزيل الورش وتانيا سنحلوا جميع النقاط اللي تعالقها أو قد تعيق واحد الورش ولكن سيكون الحلول علما بأننا أنا شخصيا كان أعتبر بأننا في المغرب نحن لا نطريق من الفارق عندنا تجربة في معالجات الملفات من خلال الملف إصلاح قطع التقعود اللي قدر دارت لجنة وطنية ولجنة تقنية وكان واحد نقاشات واحد تجربة لا في الدراسات الكتوارية ولا في كيفية تقييم ديمومة الأنظمة ولا هاد الهاجز للأنظمة أصبح حاضرا اليوم لدى صاحب أصحاب القرار على مستوى الحكومة وحتى على مستوى الدراسات بالتالي هاد شيء متوفر ولا أعتقد أن هذا سيعقنا ولكن المهم اللي أساسي في اعتقادي الشخصي هو أن نسعكت هذه اللجنة كذلك تجربة سابقة أنت نظام تأمين إجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأرجرة لفائدة طلبة لفائدة أو كتاعتقعد أن تراكم في وتسقرأ جيدا خلاصات هذه التجارب ونعرف أين كانت النواقص وأين كانت الإيجابيات وأين هي الفرص المتاحة حتى نتداركها في الورش في التنزيل الجديد لأن كيفما كان هل الذين تجربة يجب أن نراكم عليها والبناء هل هذه سيمكننا من بناء نموذج أو استكمال منظومة حماية الاجتماعية بشكل فعال وواقعي وملموس فكرة واضحة المغرب من أجل تعميم يعني ورش الحماية الاجتماعية وضع مدة زمنية محددة في خمس سنوات هل تعتقد بأننا نسير في المصارى الصحيح من أجل تحقيق هذا الهدف أولا لننطلق من جدوى وضع قانون ماذا هذا الآجل قد وضعت في القانون وتم تنصيص عليها فهذا يؤكد على أن الورش يغتسي أهمية كبرى ويبقى ملزما للحكومة التي ستتولى تدبير نعم خلال الخمس سنوات وإلا لماذا تم اعتمده هذا الأجل على مستوى القانون وهنا أعود لأؤكد في أنه القضايا الاجتماعية تتطلب على مرة نقاشات لأن هناك في كل خاصة فيما يكون تحملات سواء القطاع الخاص أو اقتطاعات الأجارة أو المساهمين يكون نقاش دائما حول ما بين المركزية النقابية ما بين الفاعلين الاقتصاديين حول التحملات حول كل فحول وهذا المسائل قد تؤدي في بعن الحيان إلى تعطيل المصار ولكن بالنظر جديد إلى تجريبة التي اخذناها في التقبير في إصلاح قطاع التقعود القضايا الاجتماعية اليوم صبحت ملحة وإذا كنا اليوم كمغاربة كنشوفه هذا الورش نعتبره استثمار في الأجلال الحالية والمستقبلية في السوسيوديموغراف في الأجلال الحالية والمستقبلية لأنه سيجنب فئات واسعة مستقبلاً لا يقدر لها جال انتكاسة أزمة صحية مستقبلاً سيكلفنا يوفر لها واحد الدخل وإمكانية لتعالج وتانين سيمنحنا واحد القدرة الشرائية لهذه الفئات التي يمكن تأضطر من عكاسات المخاطر الاجتماعية ثم غادي يوفرنا اليوم واحد منظومة متكاملة التي تجنبنا لهاشاشاء والفقر وتحفظه كرامته وتصونه كرامة المواطن المغرب من أجل يعني مواكبة تنزيل هذا المشروع ما أهمية تطوير العرض الصحي وكذلك تأهيل البنيات التحتية الصحية حينما نتكلم عن تطوير العرض الصحي فقطاع الصحة في المغرب حقيقة عرف بالرغم من المجهودات التي بُدلت ولكن الميزانية أولا على مستوى الميزانية المخصصة لا تصل لا ترقع إلى المستوى المطلوب لا تتعود 6% من نتج داخل الوقت لأنه منظمة الصحة العالمية 19% الجانب الثاني هو الجانب ديال تدبير قطاع الصحة الآن أنا في قناعاتي الشخصية إذا عاودنا غير نضمنا منظومة القطاع الصحي يعني الوزارة والمستشفيات العمومية عاودنا ضبرنا والنصص الطبيقية وعاودنا درنا حكامة 31% في كلوفة قدر ربحوها يعني موجودة كان واحد الهضر غير في إطار لمنظومة الحالية ونعطيه مثال مثلا بالنسبة للمستشفيات الجامعية هي مؤسسات عندها الاستقلالية المالية ولكن في تدبير لا تصير كمؤسسات عمومية تانيا لما ناخد مثلا الوكال الوطني التأمين الصحي مع مخول لها صلاحية تدبير نظام رامض وليس هي التي تدبروه إذن القطاع الصحة اليوم لما درنا رامض كان واحد تصور بأن نستفدو من الموارد تأمين الإجبال الأساسي على المرات حتى المستفى العمومي يستفد وهناك نلاحظ بأن المستشفى العمومي ليس بحل تعريفة تأمين الإجبال الصحي ولكن للأسف مشينا بواتيرتين ولم يستفد المستشفى العمومي اليوم نحن أمام محطان تجويد أولا واجعل المستشفى العمومي باش نجنبوا المقولة التي تقول صحة بسرعتين سرعة للناس اللي عندهم إمكانية تمشيوا القطاع الخاص واللي ما عندهم مشيوا القطاع المستشفى العمومي تجويد هذا وهذا تجويد يمر اليوم عبر إعادة النظر في المنظومة التكوين البشرية وإعادة نظر في تدبير المستشفى وإعادة وفي تأهيل العنصر البشري اللي كان يكون قادرا على تحمل المسؤولية ولينا سوكم مثلا لأنه اليوم اللي كنقول المصار مسلك العلاج كنقول الطابيب الأسر هذا المسائل لا تفرج عندنا الجانب الثاني هو أنه الأسر المغربية تحمل تقريبا خمسين في المئة من تكاليف العلاج من تكاليف العلاج بأنه كان فئات لعندت من صحي ولكن نظرا لنعيد الخدمات أو تتصرف من جباب لتخلص مصارف العلاج وهذا رجل مثلا إلى التعريف المرجعية الوطنية اللي في القانون هناك ضرورة مراجعتها ولكن عمرنا تعدلت من 2005 إلى يومنا هذا بالتالي اليوم كان واحد الفرق وهذا 50% كانت لما جالت مدونة أمين الصحي بموجب القانون 65-00 كان الهدف هو تقلص هذا 50% ترجح حوالي 30% 25% كما هو معمول بعلمين ولاحظوا معي لو أنه اليوم نجحنا باش نقلص من 50-30 الفرق يبقى يستفيد من المواطن لأنه ما يصرفوش قد يتزاد في الدخل بمعنى أن اليوم المنظر مصطحية ثم جانب آخر والذي أنا شخصيا أقوله وخلاصتي من نموذج الجديد أن بلادنا تتوفر على كل شيء ولا تتوفر على أي شيء بمعنى أن مشكلتنا الأساسية هي في الحكامة والتدبير والتواصل والإنساط البعض والبعض تجي الجوانب الأخرى تعالج الفكرة واضحة ختاما وإجمالا أستاذ بالنظر إلى كل هذه الإيجابية التي ذكرناها سابقا بالنسبة لورش الحماية الاجتماعية ما التحديات المطروحة أمامنا اليوم هناك تحديات أولا تحديات إيجاد تمويل ضروري في إطار منظومة اقتصادية اليوم الرهان على ماذا بأنه التجارب العالمية كلها تقول بأنه حينما نريد تعميم الحماية الاجتماعية يجب التوفر على دخل وطني متوفر يكون مرتفع بمعنى أن لا يكون في الاقتصاد نسبة كبيرة من قطع غير المهيكل وهي الحالة التي لن نتوفر نأمل اليوم أن تكون تغطية اجتماعية المشروع تغطية اجتماعية هو حافز لاستقطاب الفئات التي تشتغل خارج القطع المهيكل لدمجها في القطع المهيكل آنذاك سنوسع قاعدة الدخل الوطن الدخل الوطني للمتوفر الذي يمكننا من استخلاص أولا ضرائب بدون زيادة غير تقوية رصيد الخضعين سيمكننا أولا من الحصول العدد يمكننا من تمويل الجانب التضامني الجانب الثاني هو الجانب المواطن أنه اليوم المواطن هناك ورش السجل الاجتماعي الذي سيطلق مستخدم بمعنى أن كل شخص سيكون رقم اجتماعي وهذا سيحدد منظومة جديدة دي الحقوق مقابل واجبات يعني إلا بغت تستفدق تكون مصرح وعندك رقم لا يمكن أن يبقى الإنسان خارج تغطية ويحاول الاستفادة كلما كان استفادة دون أن يلتزم بواجبته وهنا التحديات كبيرة أعتقد ثم الجانب المواطناتي ولكن الضمانة الأساسية هي أولا موجودة في القانون ثانيا هناك إرادة من الحكومة على ما يبدو لتنزيل هذا الورش بلوراته في البرنارج الحكومي وفي القانون المالية وهناك إرادة ملكية وتتبع لهذا الورش نعم الخبير الاقتصادي خالد بن علي شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات اشتركوا في القانون